السلام عليكم الطلب الأعزاء نباشر بموضوع جديد موضوع موضوع جزء ثاني من المادة القدرة بعد ان كمنا التصميم الميكاني سوف نباشر موضوع واول موضوع عناصر خطوط النقل نعرف عناصر خطوط النقل نعرف ان الكهرباء بها ثلاث عناصر أساسية المقامة والمحاثة والمتسعة نحتاج ان نعرف الخطوط خطوط النقل القدرة الكهربائية على اي عناصر من هذه حتى نقدر بالفصل القادم نمثلها كدارة كهربائية ونقدر نحللها ونصمم ونحسب كفاة كل خط على حدة بما انه خطوط النقل تعوي على موصلات متكونة من الالم اليوم والنحاس او سباك من الالم اليوم والنحاس مثل ما خلنا سابقا اذا هذه الموصلات اول شيء اللي ها هو العنصر هو المقاومة لانه هي مادة فيزيائية فيزيائية الجزائيات مدرها تقاوم وتعيق نور التيار اذا اللي ها هو العنصر المقاومة تعريف الارزستانس في خطوط النقل يستخدم مصطلح لن نعرف لماذا قال نستحرجها بالقانون يساوي حيث المقاومة النوعية والأ أكبر بنسبة 1% إلى 2% لماذا؟ لأنه بالأي سي ونحن نعرف أنه خطوطنا كلها أي سي بالأي سي أصبح حالة للتيار يعني اللولبية أو الحالة زونية بما أنه التيار متقدم بتردد معين الشحنات رح تتخذ مسار أقرب للقشرة من السنتر رح تتجه باتجاه القشرة الخارجية للموصل بحيث أنه رح يكون السنتر عندي تقريبا شبه خالي من الشحنات من ورود التيار أي أنه رح يكون مثل الفارغ ما بيتيار وأغلب الشحنات تتجه نحو القشرة الخارجية هذا رح يسبب لي نقصين بالكروس سكشنايري لكون التيار رح يتحدد بمنطقة معينة قريبة من القشرة الخارجية ما رح يمر بالسنتر مات الكون دكتور هذه الحالة تسمى تأثير القشرة تأثير القشرة ملخص عليها سريع سيكون توزيع التيار على على كل المساحة المقطع عرضي منتظم بحالة ليش؟ لأنه ما عندي تردد عندما يمر عندي تيار بالكوندكتور تتحول إلى غير منتظم تزداد إلا أنت وعم يزداد بزيادة التردد هذه الحالة تسمى بسبب السكين إفكت رح يكون عندي بالخمسين نهيرس طبعا نحن هنا ملاحظة سيكون 3 إلى 5% بالمقاومة يعني نفس السلك لما نكون بيديسي رح تكون مقاومته لنفرض واحد أما بالأي سيلة رح تزداد المقاومة إلى 1.03 إلى 1.05 3 إلى 5% زيادة بالمقاومة السكين إفكت يعتمد على عدة العوامل منها طبيعة المادة قطر المؤصل طبعا طبعا يزداد الواحدة مثل ما نعرف أن المقاومة تتأثر بالحرارة بصورة مباشرة تأثير الحرارة على المقاومة رح يكون عبر قانون نسبة التناسب رح تنفع يساوي تقسم تقسم تنفع تون حسن نعرف المفردات رح تنفع رح تنفع بالحرارة هي مقاومة رح يحتوي وط هي المقاومة لنفس الموصل طبعا عن الحرارة تي واحد وتي ثنين يعني رح تنين عنده تي ثنين ورح تي واحد بينما هو عامل الحرارة و قيمة ثابتة للمواد لكل مادة عند الصفر سيليزية مثلا عندي الكوبر وهو عامل الحرارة 124.5% في أن تجريح طفل الهم الشرائط على الامنيون 228.1% في قيمة ثابتة لكل مادة عندما تكون لدي مقاومة عند درجة حرارة معينة و تغير الدرجة الحرارة احتاج احسب مقاومة جديدة بالحرارة الجديدة سوف أستخدم هذا القانون R2 over R1 يساوي T2 تقسيم T1 في بعض المصادر سوف نلقى T1 قد يكون رمز يختلف فقط سوف يطلقون عليه 1 over alpha note 1 تقسيم alpha note هو نفسه هو temperature coefficient بعد ما عرفنا العنصر الأول اللي يحوي طراز مشيلاين بقى أن نتعرف على العنصر الثاني البرامتر الثاني المهم جدا اللي يتوفر بالطراز مشيلاين وهو الاندكتانس أو في طراز مشيلاين الحث أو المحاثة الاندكتانس حسب ما فاهمي بالنظرية في غز نظريات المجالات الكهرى مغناطيسية أنه أي كون دكتر رح يحمل تيار رح يكون بفيض مغناطيسي أو مجال مغناطيسي حوله هذا المجال المغناطيسي هو اللي رح يسبب للحث المتبادل بين المواصلات الموجودة بالخط الواحد اللي مختلفة بالأطوار لحث اللي موجود رح يكون نوعين جزعين ما نوعين جزعين جزءه رح يكون داخلي فيض مغناطيسي داخلي بداخل المواصل نفسه رح نطلق عليها تسمية الفيض الداخلي والجزء الثاني خارجي رح يكون مشترك مع باقي المواصلات اللي موجوده يسموه ويدعى كحلقات داخل سببها طبعا سببها هو التيار اللي مار في نفس المواصل سيكون بشكل حلقات من مركزها المواصل طبعا خارج المواصل حوله سيكون سببها هو التيار نفسه اللي مار بنفس المواصل اول حالة عندي الى هاي الحالة طبعا الانترنال فلاكس عندي قيمة بوينت فايف دائما بالنسبة للمواصل الاول خلنفرض انه هذا المواصل رقم واحد انا ما مرقمات بالملف رقموها الون انترنال ووو بوينت فايف في عشرة أسالب سبعة هنري لكل متر اكو اشتقاء موجود مرفق لكم كذلك بالباور بوينت رحاله رفقوا ونصير لنا فرص ان نشرحها الون انترنال يسعى في عشرة أسالب سبعة هنري لكل متر بالنسبة الكستيرنال الفلاكس علي ال اكستيرنال الفيض الخارجي 2 في 10 السالب سبعة لن دي تقسيم رون الدي هي المسافة اللي راح نقيس عليها او بيها قيمة الاندكتانس من هذه النقطة الى هذه النقطة فرضا الى هذه النقطة المسافة دي هي من هذا السنتر الى سنتر الاخر الاستلك الثاني او الى اي مكان انا اريد اقيس به الانترنال الاسترنال اذا اكيد راح يكون مجموعة وراح يكون 10 السالب سبعة في كامل مشترك في زعاد اثنين على نطلع الاثنين كذلك عامل مشترك راح احصى على واحد عفوان يساوي اثنين في 10 السالب سبعة في راح تتقسم على اثنين الاندكتانس حتى اخلص منها راح احاولها الى صورة لغارة مية كذلك ممكن اكتبها بصيغة واحد على اربعة بحيث انه الاندكتانس راح يروح يلغي واحد يلغي ثاني راح يبقى عنده واحد على اربعة اللي هو نفسه اعوضها بالمعادلة راح احصل على ال يساوي اثنين في 10 السالب سبعة في الاندكتانس واحد على اربعة زائد الاند على ار واحد الون يساوي اثنين في 10 السالب سبعة الاند راح يكون موحد اللي هم اثنين بما انه جمع راح يتحول الى اضرب ان شاء الله على اربعة في دي على ار واحد ان شاء الله على اربعة بما انه قيمتها بترى حنزلها للمفاعد راح يساوي اثنين في 10 السالب سبعة الاند الاند اثنين ماينس واحد على اربعة في ار واحد الون يساوي اثنين في 10 السالب سبعة الاند على ما هي شميع اجتني ار واحد مضروبة في اثنين ماينس واحد على اربعة وتساوي بوينت سبن ايت ايت ار واحد بنفس الطريقة كذلك اذا اريد احسب اللي هو الموصل الثاني المواجه للموصل الاول بما انه عندي اذا الواير الثاني راح يكون ايل تو ثنين في عشر والسالب سبع لن دي على ار تو داش كذلك تحسب من سبن سبن ايت ايت في ار تو نصف القطر للموصل الثاني مجموعة توتال للسيستم كامل راح يكون ايل توتال يساوي ايل وان بلس ايل تو ويساوي اثنين في عشر السالب سبع لن دي على ار وان داش بلس اثنين في عشر السالب سبع لن دي على ار تو داش اذا كان متواثلين نصف الانصاف الاقبار يعني ار وان يساوي ار تو ويساوي ار داش كذلك يساوي ار تو داش ويساوي ار داش فراح يكون القانون يساوي اربعة في عشر السالب سبعة لن دي على ار داش باعتبارهم متساوين فيكون جمع مباشر بيانات كذلك ممكن كتابة لن بصورة ثانية القوانين بصورة ثانية ايلون 22 سالب سبع لن دي على ار داش يساوي 20 سالب سبع لن دي ناقصة 20 سالب سبع لن ار داش باعتبار انه من مواصفات اللن يتحول القسم الى طرح مجرد اضافات لكم ايلوني ساعد 2 في عشرة الساعة 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 اللين واحد على ارداش كذلك يلغي الساعد معه ورجع الى ارداش تحت الخط الكسر زاعد 2 في عشرة الساعة الساعة اللين دي مجرد صور اخرى لكتابة القانون احنا مثال بسيط القطر واحد واحد اثنين واحد ثلاثة سنتيمتر يعني دي دي 1.25 متر والتردد اول شي احول الار الى ارداش شو انت تتحول الار يساوي دي على اثنين ولا الى ارداش ارداش يساوي راح احصل على ارداش بوينت فور سيفينت تو ثري سنتيمتر ايل بما انه متماثل نفس النصف القطر اذا مباشرة قانون التوتل ايل يساوي اربعة في عشرة الساعة بسببها لن دي على ار دي مية وخمس وعشرين سنتيمتر تتحول لانه شغلك اللي راح يكون بالسنتيمتر تقسيم بوينت فور سيفينتو ثري كذلك بالسنتيمتر هي اصلا ويساوي اثنين وعشرين بوينت تري وان في عشرة الساعة سبعة هنري لكل 10 يوس 3 احصل 22.3 في عشرة الساعة اربعة هنري لكل متر يريد الرياكتنس ال اكس ال او ال اكس تساوي تو باي اف ال. تو باي في اف خمسين في ال ال اللي احنا حسبناها هسه لكل كيلو متر طبعا لانه وضع لكل كيلو متر. في اثنين بون في عشرة سوال واربعة راح احصل على بوين سيفن اوم لكل كيلو متر. وهذا هو الجواب مالت السؤال.